بتغني بأكتر من لغة؟ كم لغة بتغني بها؟ بحاول أن أنا أغني اللغات اللي أنا بعرف أتكلمها كويس يعني ما سواء في الأبرة في أربع لغات اللي هم أهم أربع لغات الطلياني والألماني والفرنساوي والإنجليزي برضو إلى حد ما مهم والأسباني برضو في موسيقى أسباني مهمة جدا فهو دي الخامس لغات اللي أنا بحب أركز عليهم ده طبعا غير العربي يعني العربي مش أبرة قوي فالسنة برضو بغني عربي في حفلات كتير بتغني عربي في الخارج وإذا كنت بتغني إيه رد فعل الناس اللي بيسمعوا؟ بغني عربي طول عمري في الخارج وأنا صغيرة جدا من ساعة أنا بطلعت أخش مسابقات برا مصر وأنا بغني عربي في الخارج والصراحة دايما رد الفعل بيبقى يعني جميل جدا بيبقى لهو إحنا عايزين نسمع من ده أكتر أنت جاية تعلمين حاجة جديدة أنت جاية تكلمين على ثقافة مختلفة تماما عن ثقافة بتاعتنا إحنا عايزين تغني من ده أكتر بس صراحة ما قدرش أقول حاجة وحشة يعني دايما كان رد الفعل حلو جدا ويشجعني جدا أن أنا أغني عربي أكتر ودايما بحاول في تقريبا كل حفلة بمقدر الإمكان يعني في كل حفلة أنا بعملها برا مصر حتى لو البروغرام اللي أنا بقدميه ما فيهوش عربي أن أنا حتى أغني أغنية في الآخر خالص زيادة عن البروغرام بالعربي ودايما الجمهور بيتبسط جدا خلاص من كتر ما أنا عودت بمهور أن أنا عامل كده بيبقى متوقع عن الأغنية الزيادة في آخر الحفلة حتى بحاجة عربي هداية من اليوم دور أسرتك فيه توجيهك لهذا الفن وعلى فكرة إحنا عندنا تسجيل لكي والوالدك أنتو بتغلوا مع بعض أغنية للقدير فؤاد المهندس فكرة؟ أيوان طبعا هو دور كبير جدا هو الدور كله الصراحة علشان هما يعني من وانا صغيرة عمرهم أوقفوا في طريقي الصراحة في الفن يعني ما كنت بقول عايزة أرقص كانوا بيودوني أرقص لما كنت بقول عايزة أغني غني عايزة تمثلي تمثلي حتى في وسط العيلة وفي وسط الأصحاب كانوا دايما بيشجعوني وانا واخوتي واخوتي موسيقيين جدا 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 فكنا احنا التلاتة دايما عندنا طلعتنا كده في وسط أصحابنا وأصحاب أهلي كنا دايما عندنا أفكار مبدعة جدا وأفكار جديدة عايزين نقعد مع بعض ونغني ونقلف كلمات ونحط كلمات على أغاني فده كان جزء كبير جدا من طفلتي وأهلي عمرهم أوقفوا في طريقنا بالعكس كانوا دايما بيشجعوني نحنا مندع أكتر وبحيث أن دي حتة أحيانا ممكن يكون بنستقل بها شوية أن الأهل ما عمرهم مع علاقه نتعليق وحش على الحاجات دي بالعكس كانوا دايما يشجعوني نحنا نطلع اللي احنا عايزينه من فن ومن موسيقى ومن كرياتيبتي والصراحة طبعا وقفتهم جنبي لما يعني ابتديت بقى أعطى عمق أكتر في الغنى الأوبرالي وفي المسابقات الغنى اللي أنا كنت به الشام أنا صغيرا بتكلم على السن 14, 15, 16, 17 سنة قبل مسافر ألمانيا كانوا وقفين جنبي جدا كانوا بيحضروا معي المسابقات كانوا بيسافروا معي كانوا بيقفوا جنبي لما كنتش بكسب كانوا بيقولوا يا حنحاول تاني ونخش بسبقة تاني يعني عمرهم الصراحة ما سابوني في لحظة ودايما برجع أقول يعني بابايا هو السبب في أن أنا سفرت علشان أنا لما كنت عايزة سفر وأدرس أوبرا كان عندي 17 سنة وأمي كانت خايفة علي جدا 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 أن أنا سفر وعيش لوحدي وبابايا يعني طول عمري علاقتي مع بابايا علاقة فيها يعني دعوة أوي بالفن والموسيقى عشان هو اللي كان بيسمعني المسيكة العربي زمان زي ما قلت برده في الأول فكان دائما هو يسمعني مسيكة كتير عربي وأجنبي بس كان بيركز أوي على العربي عشان ده المسيكة اللي هو كان بيحب يسمعها كتير عبدالوها بعد الحافظ كمي طويل الحقيقة ده شيء جميل جدا يعني الحقيقة برضو أنت يعني بتوجهي لدور الأسرة في توجيه أولادهم ودورهم في أنهم مثلا فعلا يوصلوا بأولادهم إلى مستويات كبيرة جدا يعني في العلم في الأدب في الغناء إلى آخره يعني طيب طبعا أنا عارفة أن الوالد دكتور أحمد سعيد أستاذ في العلوم السياسية كمان لفت نظري اسم ممتك اسمها نيفيرت أو نيفيرت اسم فرعوني قديم جميل شجعتك برضو؟ وقفت جامبي جامد جدا طبعا يعني أمي هي برضو اللي كانت بتودي تمرين الغناء وترجعنا من تمرين الغناء وهي اللي تتكلم مع المدرسين وهي اللي تتبقى قاعدة معينا لما كنتش بكسب مسابقة ولما كان يجيلي خبر وحش ولما كنتمتمرنش كويس يعني يا أمي كانت متابعة بقى كل حاجة اللي كانت معنا الوقت كله وأنا دايما بقول لنا بابايا هو اللي شجعني هو اللي أخد خطوة أن أنا أسفر لألمانيا وادرسي ناك وأن أنا دس حاجة أنا بحبها ويعني في سن أنا كنت صغيرة جدا فيه ولكن لا يمنع أن يعني آه بابايا ساعدني في الخطوة دي بس بعد كده أمي يعني كملت بقى المشوار معانا ولكن اللي بحترموا في أهلي قوي إزاي هما برضو كانوا عايزين يتعلموا أكتر عن الأوبرا وعايزين يتعلموا أكتر عن الموسيقى الكلاسيكية عشان هما الاتنين ما تولدوش بيسمعوا الموسيقى كلاسيكية وعارفينها على المستوى اللي أنا بعمله ده خالص فحبيت جدا فيهم تعمقهم في العالم ده وإزاي هما فعلا بزلوا مجبود أن هما يفهموا علشان يعرفوا ويفهموا العالم اللي أنا بحبه ويبقوا برضو جزء منه لما يبقوا موجودين حواليه يبقوا عارفين يبقوا عندهم رأي ويبقوا عندهم تعليقات ولما خلصوا يقولوا إحنا عجبنا جما ما عجبناش ده الحاجات يعني علشان يوصلوا للمرحلة دي كانوا محتاجين يقروا كانوا محتاجين يسمعوا ويتفرجوا ويسافروا معي وعرفهم على أصحابي المغنيين والموسيقيين ويتكلموا معاهم وده مجهود الصراحة وده مش حاجة بتحسن كده فالصراحة أنا بحترم فيهم جدا 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 فاطمة كان في حفل كبير جدا جدا في المتحف المصري الكبير وقفت يتغني وكان يعني إلى جوارك التمثال العظيم لرمسيس التاني كان إحساسك إيه في هذه الحفلة؟ إحساس ما يتوصفش علشان لما وقفت أصلا عملت البروفا قبل ما الجمهور يوصلوا كل حاجة وقفت عملت البروفا وفي اللحظة دي كان رمسيس بس هو القاعد بيسمع ما كانش بقى في لسه جمهور كان إحساس كان إحساس فاطمة استمتعي باللحظة دي علشان أنت مش هتعيش اللحظة دي تاني في حياتك أن انت تبقي واقفة في حتة كلها تاريخ بالطريقة دي وكمان بلدك يعني حاجة أنا كنت مفتخرة بيها جدا مصر هي همي للها هو دني شمسها الزماني شكلها الزمن المحي وإنك الدور الأمي موسيقى 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 الابرا اول مسرح انا ظهرت عليه فعشان كده لي معز خاصة صراحة